رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيمان جبلي والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان السيد حسن خليدي جبلي قدم للرئيس بري التهنئ بعيد المقاومة والتحرير كما كانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة مرورا على البطولات التي استطرتها المقاومة الشريفة والتي بفضل هذه المقاومة بفضل صمود الشعب اللبناني والمقاومة الشريفة نشهد تغيير الخارطة السياسية في المنطقة وفي العالم جبلي أكد للرئيس بري استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل والتكاتف مع الإعلام ولسيما الإعلام الداعم للمقاومة نعتبر أن دور الإعلام في هذه الظروف وفي هذا التغيير الاستراتيجي للخارطة السياسية في المنطقة وفي العالم صار مهما أكثر ونحتاج إلى تكاتف قوانا مع الإعلام في جبهة المقاومة ومحور المقاومة تتزايد يوم بعد يوم ومررنا مع دولة الرئيس نبي بري على أهمية دور الإعلام المقاوم الرئيس بري التقى كذلك الوزير الصابق غازي العريدي وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية